موسيقى 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضيهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحل لهم وبصد طيبات طيبات أحل لهم وبصدهم أحلت لهم أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقدنوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما سؤال الثاني سؤال الثاني يا خير أم الله الواحد القفار إلى قوله تعالى وما نحن بتأويل الأحلام العالمين يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم وما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه ماذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبت في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سيمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين السؤال الثالث تقرأ بضاية من قوله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباة وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم السؤال الرابع اقرأ بداية من قبله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستغفروا إليه واحد فاستغفروا إلى قبله تعالى ذلك تقديق العظيم العظيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء في أربعة أيام سواء للسائلين وعند الوقف تبدل التنوين ألفا سواء أن التنوين منصوب سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم